أعطى صاحب الجلالة الملك محمد نسادس نصره لا تعليماته السامية من أجل تعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل لسكان والسكنة حتى تكون أدات معيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي وتشكل هذه العملية التي ستنظم نهاية صيف السنة الجرية مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي وأكد جلالة الملك في رسالة نوجهها إلى رئيس الحكومة سيد عزيز خنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنة أن التنظيم الدوري لهذه العملية على رأس كل عشر سنوات يشكل اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم تطور الديمغرافي والسوسيو اقتصاد لبلادنا بشكل دقيق واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنين وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك وأبرز جلالته أن الإحصاء العام لسكان والسكنة وبالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القايمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية والنجاعة الاقتصادية والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي